هذا وقد وجه نيافة الحبر الجليل أنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القطي الأرثوذكسي التهنئة إلى معالي المستشار بوليس فهمي لتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وقال نيافته على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أهنئ معالي المستشار بوليس فهمي بثقة فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فهو أهلاً لهذه الثقة نطلب من الله أن يوفق خطواته في خدمة بلادنا مصر وليبارك جمهوريتنا الجديدة وقيادتها الحكيمة